السلام عليكم وسعد الله وقاتكم فراقرانس كويتي أدون تجارب العطور وقدمها لكم اليوم معاي بوائب من ماتيري برمير بالنسبة لي هذا واحد من أجمل عطور البرانت ومن أفضل عطور الأخشاب في مجموتي تذكر هذا الكلام لا يدول الشراء العمياني فأنفك هو دليلك العطر معقد جدا 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 في وصفة رائحة ولكن سهل الارتداء بالنسبة لي العطر تنبثق منه بالبداية رائحة توت العرعر رائحة توت العرعر ستكون نفاثة أروماتيكية وكأنها تسحب العطر من القاع إلى القمة بعد ذلك تتلاجأ وتظهر عندنا رائحة خشبية جافة جدا من أخشاب القاياك أخشاب القاياك كلما شمها بعطور ثانية تعطينا تأثير سموكي ولكن هنا شميناها بتأثير خشبي جاف جدا أعطاها أيرلين قاتشر بعض الأكسسوارات دخل عليها رائحة ترابية بودرية ذكرتني برائحة بذور الجزر وأيضا دخل عليها رائحة سويتية وعنما تشبه رائحة التونكا حين يمتزج هذا الثلاث يتذكر رائحة ديوروم برفام بعد ذلك يبدأ العطر بالعمغ الخشبي أكثر راح تشم رائحة السيبريول راح تشم رائحة الباتشولي بشكل خشبي جاف جدا 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 عداء العطر ممتاز ويتفاعل مع البخور واشوف أن استخدامه لأوقات الليل أفضل من أوقات النهار وكان هذا تغريرنا سريعا بواب وتمني أن أعجبكم تحياتي لكم فراقرانس كويتي